موسيقى أهلا بكم هل هلال شوال هذا العام على وقع إرهاب تتدحرج عملياته الانتحارية في كل صوب واتجاه ووفق متابعين كما تقول صحيفة السفير فإن أمر عمليات موحدة صدر بتصعيد الهجمات الإرهابية وتوسيع نطاقها الجغرافي حيث تتولى مجموعات تنظيم داعش ترجمته تباعا على قاعدة لا مركزية التنفيذية العسكرية أي تبعا لما تراه كل مجموعة مناسبة ضمن الساحة التي تنشط فيها بكل الأحوال ما جرى ويجري يؤكد كل يوم أن أي محاولة لتوظيف الإرهاب في خدمة مصالح سياسية لم ولن تنجح اليوم تكثر الأسئلة حول سياسات الدول إقليميا ودوليا في تغيير مواقفها تجاه ملفات ساخنة في السياق تتحدث الكويت عن تنصيق خليجي لمكافحة الإرهاب وضرب الخلايا الإرهابية في الخليج ولا سيما التنصيق بينها وبين السعودية فيما يأتي الإيطاليون إلى سوريا بمبادرة قد تمهد الانفتاح أمنيا وسياسيا على دمشق تحظى بموافقة بل وبتنصيق مع الأمريكيين وفي الإطار أيضا لا يزال الحديث مفتوحا حول مفاعل المصالحة الروسية التركية في السياق تفاهم روسيا أمريكي سعى ويسعى لرسم خطوط التماسي في المنطقة هذه الملفات إذن ستكون محور نقاشنا اليوم مع ضيفنا في الستيديو الكاتب والباحث السياسي إدمون صعب لكن أولا وقبل الخوض في كل تعقيدات السياسة ورغم كل الوجع الذي يملأ وطننا كل عام وأنتم بخير مشاهدين عسى هذا العيد يبلسم بعضا من جراح بلادنا أهلا بك أستاذ إدمون وكل عام وأنت بخير أنت بألف خير تسلم تسلم أستاذ إدمون هل توسع لمركزية تنفيذية عند الجماعات الإرهابية وهذه التنظيمات التي شهدنا في المرحلة الأخيرة يعني تفجيرات في السعودية في تركيا في الأردن قبله في أوروبا هل هذا يمكن أن ينعكس تغييرا في سياسات بعض الدول الإقليمية والدولية خصوصا تجاه الملفات الساخنة أعتقد أن الموقف الإيراني الذي دانا العمليات التي حصلت في السعودية والدعوة إلى نوع من التعاون لمكافحة الإرهاب أعتقد هذا هو بداية الطريق هو إشارة على أن الإرهاب لا يمكن أن يواجه بالتقسيط يعني لا تستطيع أي دولة أن تواجه هذا الإرهاب بمفردها كما لا تستطيع حتى دول مجاورة أن تواجه هذا الإرهاب بنفسها لذلك مطلوب كما تحدث سيد حسن نصر الله أخرا مطلوب كما للبنان استراتيجية وطنية يعني يشارك فيها الجميع لمكافحة الإرهاب ولا يبقى هناك جماعات مع الإرهاب أو يناسبها الإرهاب سياسيا على صعيد لبنان هل يمكن أن تتحقق برأيك بما أنك أتيت على ذكر لبنان أعتقد أن تعازم الخطر سيجبر كل الأفريقاء ومع الأسف الشديد أن تفجيرات السعودية ستساعد الفريق الذي كان لديه تحفظ على هذا الموضوع أن يشارك وأعني به تيار المستقبل ستساعد بأمر من السعودية؟ نعم ستساعد بأمر من السعودية يعني؟ ليس بأمر من السعودية بل بأن مشاهدة الخطر أن النار وصلت إلى مكان يكون يعتبر آمنا وبعيدا مع عميدا أي تهديد أن يصل إلى السعودية وإلى الحرم الحرمين الشريفين هذا يعني يعطي فكرة على أن الخطر لم يعد وهما ولم يعد تصورا صار خطرا جديا وضرب المرجعية الإسلامية الأساسية وإذا هذا أمر هز كل العالم الإسلامي وليس المجتمع اللبناني أتفقد بأنه سنرى مفاعل هذا الموضوع التنسيق قريب الآن أتأمل أن تكون للجيش القدرة على أن وضع وضع استراتيجية لمكافحة الإرهاب إذا كان فشل لبنان في وضع استراتيجية لمواجهة إسرائيل على صعيد لبنان أنا نتحدث حتى الساعة عن لبنان هل سيعطى الغطاء السياسي بشكل كامل للجيش اللبناني والقواء الأمنية فعلا لمكافحة الإرهاب بشكل كامل وحقيقي من جميع القوى السياسية؟ أنا أعود فأكرر أن المشهد السعودي سيجبر أفريقاء كثيرين في لبنان على تغيير موقفهم لأنهم عندما يجدون أن النار وصلت إلى قدس الأقداس الإسلامية لن يعود هناك أي مكان فيه مأمن وهل سيجبر السعودية على تغيير سياستها أيضا تجاه الملف اللبناني إنجازة لنا هذا التعبير؟ نتأمل أن يبدأ التغيير على المستوى الإقليمي يعني أن يكون هناك تقارب بين الكويت والسعودية وإيران لمكافحة الإرهاب على المستوى الإقليمي التقارب بين السعودية وإيران هل يمكن أن يحصل ذلك؟ يعني لا يمكن أن لا ترد السعودية على المبادرة الإيرانية في إدانة هذا التفجير والدعوة إلى التعاون يعني اليوم إيران مدت يدها للسعودية للتعاون ولو على مستوى مكافحة الإرهاب اليوم القرى هي في ملعب السعودي والملعب السعودي فيها وجع لأن الدولة السعودية لا تستطيع أن تقول لشعبها أنا عاجزة عن مواجهة الإرهاب خصوصا أن المجتمع السعودي حاليا يضج بعمليات إرهابية تفوق التصور عمليات شباب يقتلون إخوانهم وشباب آخرين يقتلون أمهاتهم وأبائهم يعني الخطر دخل أصبح داخل البيت السعودي ولم يعد في السكنات أو في أي مكان آخر هذا يطرح نقطة أخرى أذكر أنني قرأت في كتاب أعتقد أنه لأستاذ عبد الباري عطوان تماما عن أنه نسبة 92% من السعوديين هم يؤيدون داعش في الحقيقة هل ما جرأ الآن في السعودية من خطر هذا الإرهاب يمكن أن يدفع فعلا السلطات السعودية إلى العمل على الفكر لربما في السعودية أعتقد أن السعودية تدرك أن جزءا مهما من الخطر يأتي من المساجد ومن الدعاة وأنا أتذكر أن عندما بدأت الأحداث في سوريا صدر بالسعودية ما عرف بإديولوجيا نفير على الجهاد والهجرة وكان الشعار الوهابي الشهير الذي أطلق في معظم المساجد التي تخضع لنفوذ الوهابي الدم الدم الهدم الهدم وكان هناك تحريد وتمويل وتدريب وتسليح وإعداد للقتل لهذا السبب يعني الخطب التحريد على القتال في سوريا هي اللي يعني أيقظت أيقظت الشباب خصوصا الشباب السعوديين على الجهاد وجرى تشجيع عليه لدرجة أنه كان فيه بأحد السجون كان فيه 1334 سجينا هذا بـ 19 نيسان 2011 جرى إعفاءهم من إقامة الحد الشرعي عليهم وصرفت لهم معاشات شهرية ولعائلاتهم وزويهم في مقابل تأهيل المسجناء وتدريبهم من أرجع إجرالهم للجهاد في سوريا هذا اعتبره المراقبون أن السعودية حاولت قذف قرة القاعدة خارج الحدود اليوم عادت القرى إلى داخل الحدود السبب اليوم هذا التحدي هذا التحدي اليوم تحدي أحد المفكرين قال أنه هذا التحدي يعني لا تحله لا تحله الطائرات والصواريخ لأن هذا التحدي لديه خلفية ثقافية واجتماعية ودينية وجهادية متطارقة إذن على السعودية أن تعمل ربما على تنمية ما يسمى الأمن الوقائي نتحدث إذن عن معالجة فكرية لا يكفي هنا المعالجة الأمنية هل برأيك السعودية فعلا جاهزة لتعمل على هذا الموضوع هل تريد أن تعمل فعليا على هذا الموضوع لأنه هذا ينسف الفكر الوهابي أعتقد أنه هذا الطريق الذي رسمته الولايات المتحدة ليسيري عليه الأمير محمد بن نايف هذا يدل على أنه نحن عند مرحلة جديدة أن السياسة التي اتبعها الملك سلمان وابنه ولي ولي العهد محمد بن سلمان قد فشلت وقد أعادت بعد ما سلم الأمر لأمير باندر بن سلطان واستسلم منه الراية محمد بن سلمان اليوم تعود كرة النار إلى السعودية ومطلوب حسب ما الأمريكيون حضروا الأمير محمد بن نايف مطلوب اختصاصه في مكافحة الإرهاب وهن أبلغوا الملك أكثر من مرة وكتب بالصحافة الأمريكية أن الملك المقبل إذا جاء ستكون لديه مهمة صعبة جدا هي مكافحة إرهاب لأن النار التي أضرمت أضرمت في سوريا وفي العراق وفي اليمن مرشحة لأنتعم العالم العربي والمرشح أمريكيا هو الأمير سلمان نعم ومن هو المرشح أمريكيا في هذه الحالة محمد بن نايف طيب محمد بن نايف افقى معنا سنستمع لأنه لعنوين الصحف العربية من ثم نعود إذا مشاهدنا عنوين الصحف العربية وأبرز ما جاء لهذا اليوم ثم لنا عودة لاستكمال هذا الحوار أهلا بكم مشاهدين نستهل هذه الجولة من لبنان مع صحيفة السفير ونقرأ فيها الإيطاليون في دمشق بداية التطبيع الأوروبي مباركة أمريكية للتقارب الهادئ مع سوريا ورفع العقوبات أمر عمليات يحرك داعش ولا مركزية تنفيذية الفطر يقاوم التهديدات الأمن الاستباقي مستنفر الملك السعودي شبابنا في خطر وسنضرب بيد من حديد دعوة إيرانية إلى الوحدة وبالنايف يؤكد على أمن المملكة إلى السعودية مع صحيفة الشرق الأوسط ونقرأ فيها التخطيط لتفجير المسجد النبوي تم في الخارج القيادة السعودية تتلقى التعازي ولي العهد الأمن مستتب والوطن فخور بأبنائه الذين ضحوا دفاعا عنه تنسيق بين عمليتي المدينة والقطيف والأمن يحقق مع موقوفين صدمة في العالم الإسلامي لانتهاك حرمة مسجد الرسول من الصحف السورية نختار صحيفة الثورة ونقرأ فيها الجيش يوسع سيطرته بمزارع ميدعة في الغوطة الشرقية ويقضي على العديد من إرهابي النصر بدرع البلد وريف القنيترة ويدمر تحصينات لداعش بريف حمص بوتن يبحث مع مجلس الأمن الروسي الوضع في سوريا ومركز حميم يسجل خمس خروقات جديدة من قبل الإرهابيين بتوجيه من الرئيس الأساد العماد أيوب يتفقد قواتنا العاملة في ريف اللاذقية المخابرة التركية 12 ألف تركي في صفوف داعش وأنقرأ وقونيا مقره الرئيسيا تحط مروحية على متنها 14 عسكريا تركيا في غيرسون من الثورة السورية إلى الدستور الأردنية ونختار من عنوينها اعتقالات ومواجهات وإصابات في الضفة عشية العيد إصابة فتاة برصاص الاحتلال بدعوة محاولة طعن مقتل و30 شخصا بتفجير الانتحار قبل الإفطار في الحسكة العفو الدولية تتهم فصائل مسلحة في سوريا بارتكاب جرائم حرب أما الآن فننتقل إلى مصر مع صحيفة الأهرام الخارجية ترد على تصريحات أردغان مصر لديها تحفظات على القيادة التركية وسياستها المتخبطة إقليميا ختام هذه الجولة من الكويت مع صحيفة النهار وفيها الإرهاب يهاجم مسجد رسول الله هجوم انتحاري غير مسبوق قرب الحرم النبوي واعتداءان في القطيف الخليج يدعو إلى تضافر الجهود ضد آفة الإرهاب كبار العلماء خوارج مارقون ليس لهم دين ولا ذمة ضريف السنة والشيعة سيكونون ضحايا إن لم يتحدوا مجهول هدد بتفجيرين ما لم يفرج عن والي داعش اتصل بمخفر الجهراء متواعدا أنتم أهل كفر ونحن نتقرب إلى الله بقتلكم إلى هنا نصل إلى ختام هذه الجولة نعود الآن لمتابعة برنامج آخر طبعا نشكر رهبت الله بطر على ما قدمته لنا من عنوين هذه الصحف قبل أن نعود إليك أستاذ إد مونسا يشاركنا الآن الحديث في هذه الحلقة الدكتور أحمد مصلي أستاذ العلوم السياسية والدراسات الإسلامية في الجامعة الأمريكية في بيروت أهلا بك دكتور أحمد وكل عام وأنت بخير وأنت بخير والأمة بخير إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله برأيك هل أسقط داعش كما يسميها البعض الهدنة غير المعلنة مع تركيا والسعودية والأردن؟ واضح أنه اليوم داعش دخلت بمرحلة جديدة وهي أصبحت محاصرة دولية حلفاء القدمة أصبحوا أعداء الجدد وبالتالي هي تحاول استباق الأمور نعمل حرب السباقية على دول أخرى وعلى الدول اللي قامت بعمليات ضدها وخاصة في منطقاتنا وكمان فيه يعني احتمالات العمليات أكثر بأوروبا وغيرها لكن المنطق اليوم إنه خسارات داعش تتوالى وكلما تولت الخسارات كلما تولى العنف في الخارج من أجل يعني رفع معنويات الداخل وأيضا ما ننسى إنه داعش في حالي دائمة من يعني إيجاد عناصر جديدة وإدخالها إما مباشرة في العراق والسورية أو بإنشاء خلايا بكل العالم العالم كله يعني مبتع في باخر أيام بأربع قرات وخمسة عشر دولة صار تفجيرات فهي تشير لأنها ما زالت قادرة وأن على الآخرين تفاهم معها على قضايا الأنهاء ما دلالات استهداف الجامع النوبوي في المملكة السعودية برأيك ما الذي يراد منه ما هي الرسائل الموجهة من قبل هذه التنظيمات الراديكالية هو موجه إلى كل العالم الإسلامي اليوم صحيح أنه للمسجد النوبوي خصوصية عن كل المسلمين والعالم تقريبا لكن هم لا يعتبرون أن مقام النبي نفسه يجب أن يزار وأن يتحول إلى مزار وأن يصبح مقدس بهذا الشكل وأن يكون هناك هم دعوه سابقا وفي أدبية كثيرة تدعو إلى تدمير كل الأضرحة بما فيها ضرح النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة هذه النوع من السلفية الجهادية يعني هنا فقط نتحدث عن الأيديولوجية الفكرية لهذه التنظيمات لا يمكن أن نتحدث أبعد من ذلك في توجيه الرسائل بلا هو جزء من كيف تبرر ضربه أنه من الأهداف المطلوب ضربه لماذا الآن؟ لأن العلاقة مع حلفاء كثر سواء في المملكة أو تركيا أو غيرها تستاء وهناك ضغط أمريكي على هذه الدول أن تسحب يدها من كثير من الجماعات الإرهابية نحن لا ننسى أن غالبية الجماعات الإرهابية يعني مدعومة من الدول بالغرب ومدعومة من الدول بالخليج دكتور أحمد كان الأستاذ إدمون في بداية الحلقة يقول بأن هذه الدول التي استهدفت مؤخرة من قبل داعش يجب أن لا تحارب الإرهاب الآن بالتقصيد برأيك هل هذا سيقود هذه الدول أو هذا المثلث تحديدا إن جاز لنا التعبير إلى خطوات يمكن أن تنحب اتجاه تعديل سياسات معينة تجاه بعض الملفات أم لا؟ أنا رأيي أن اللاعب الأكبر في قضية الخضاء على داعش في الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء أمن تركيا ودول الخليج حتى اليوم لم يأخذ الخرار بالخضاء نهائيا على هذه الجماعات قد يكون هناك أعمال ذات فعل مثل معها الاستاذ إدمون بالتقصيد لكن لم نصل حتى الآن على الأقل دوليا وعالميا إلى أن يكون لنا رؤية وأن تتطابر جهود من أجل الخضاء على هذه الجماعات هذه الجماعات معنا لفترة طويلة سواء باسم دولة إسلامية أو باسم جماعات إرهابية أو باسم دولة إسلامية في أفغانستان أو باكستان أو أي أو جيش التحرير أو جيش الإسلام أو كله كل هذه الجماعات إذا لم يكون هناك اتفاق دولي عالمي على الخضاء عليه والعمل بشكل حقيقي على شكل حقيقي يعني هي جيوش وهذا الخضاء عليه فهذه الأمور مستمر طب ابقى معنا لو سمحت رجاء سأنقل هذه النقطة الأخيرة التي ذكرتها إلى الأستاذ إدمون لي أيضا يشاركنا برأيه بهذا الموضوع برأيك أستاذ إدمون اتفاق دولي عالمي على القضاء على هذه التنظيمات الإرهابية وخصوصا داعش هل يمكن أن ينضج في ظل هذه الظروف التي تشهدها المنطقة؟ صعب جدا لأن داعش تستعمل كأدات سياسية وليست مسألة فقط دينية وهناك أطراف إقليميين وحتى دوليين يعتبرون أن داعش لديها وظيفة لم تنتهي وظيفتها سواء بمواجهة مواجهة إيران أو بمواجهة يعني بعد أو ببعض الدور ببعض الدول مثل العراق العراق خصوصا لأن هناك في حاجة لمواجهة لمواجهة يعني ما يعتبر أكثرية الشيعية أو السيطرة الشيعية على الحكم في العراق لذلك هناك هناك أطراف دولية وأقليمية تعتبر أن داعش حاجة للضغط على الحكم في العراق في سبيل تغيير نهجه أو إبعاد إيران عن التدخل بالشؤون للشؤون العراقية إذا حديث عن حل في سوريا أو العراق لا يزال مؤجلا يعني إلى أجل غير مسمى هل توافق على هذا الكلام دكتور مصلي أكيد أنه العمل الآن الآن نجد هذين يمعات أنه لها دور بالمنطقة أنا بأسدت أكثر لم تحرق ورقة هذه الجماعات لم تحرق حتى الآن ورقة داعش لم تحرق مازالت يعمل بها وأنا عندي خوف أكبر من اللي قاله الاستاذ مون أن تكون هذه القوى والقوى بعض القوى التي تحاربها تسعى إلى تفتيت المنطقة إلى دولات مذهبية وطائفية وشعي كردية وغيرها أو عراب وفرص وإما إلى ذلك من أجل أن تكون أن يعاد رسم المنطقة بشكل مختلف جدا أن نحن معا من نشوف فقط مجرد أن جماعات إرهابية تحاربون هنا بل هذه الجماعات الإرهابية تحاول الوصول إلى منظومة جديدة في المنطقة ومن هذه المنظومة يعني إذا نجحت ستكون خضية فلسطين قد انتهت الدولة اليهودية ستقام بشكل حقيقي وطرد الفلسطيني من فلسطين في ذلك أنا بوافع أنه يعني دور هذه الجماعات لم ينتهي ودوره أكبر مما الناس ممكن تتصوره طرحت حضرتك نقطتين مهمتين سأنقلهما بعد قليل إلى الأستاذ إدمون أشكرك كل الشكر دكتور أحمد مصلي أستاذ العلوم السياسية والدراسات الإسلامية في الجامعة الأمريكية في بيروت على مداخلتك معنا في هذه الحلقة إذن إليك أستاذ إدمون الدولة اليهودية يمكن أن تقام بشكل صرف إن صح هذا التعبير في ظل ما يجري الآن وعدم حرق ورقة داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية وأيضا مشروع التقسيم كل فترة يعني يذهب هذا المشروع ومن ثم يظهر من جديد مشروع التقسيم هل فعلا نحن أمام مخطط تقسيم قريب يمكن أن يفتت الدول العربية أعتقد أننا في مرحلة انتقالية حاليا يعني منتظار تبدل في القيادة الأمريكية نحن على بعد أشهر من تغير السياسة حتى يكون فهم أفضل لما يجري ولماذا داعش توسعت أقول أن سياسة الرئيس أوباما تعرضت للسخرية بعد معركة الموصل لأنه قال أن نريد احتواء مومنتوم نريد احتواء داعش وليس القضاء على داعش لأنه يدرك جيدا أن مشكلة داعش هي مشكلة باعتبار أنه لديه خلفية إسلامية يعرف أن هناك معتقدات يصعب أن تزال هذه المعتقدات بالطائرات والصواريخ والمدفعيات يعني هو يريد أن يجير كل هذه المشكلات لخلفه ربما ربما الخلف يكون له رؤية بالنسبة للتقسيم وبالنسبة إلى يهودية الدولة بإسرائيل لأن الجمهوريين هم بهذا الاتجاه ودائما كان لديهم التشجيع على هذه الأمور تشجيع اليهود على حساب الفلسطينيين وتيئيس الفلسطينيين من إمكانية العودة اليوم نحن شيء مستغرب بالعقلية الأمريكية باعتوار أمريكا بعدها هي التي تتقود هناك أستاذة مهمة جدا في جامعة جورجتون تدعى روزا براون هذه روزا براون دائما أنا أعتبرها مرجعية روزا براون درست موضوع داعش ودرست خوارد داعش وقالت أن داعش لديها لديها كل مقاومات الدولة التي يمكن أن تقبل في الأمم المتحدة لديها أرض تريطوري لديها جيش لديها اقتصاد وإذا كان إذا تراجعت إذا تراجعت داعش عن الهمجية والوحشية يمكن الاعتراف بها يعني يمكن قالت روزا براون روزا براون قالت أنه لا تتعجب إذا كان أصبحت داعش عضوا في الأمم المتحدة لأن الأمم المتحدة لكن أليس داعش مأزومة الآن فعليا تخسر أراضي كانت قد استحوذت عليها بهذه الهمجية هي تخسر وتربح هي تخسر وتربح لأن عندما تتوسع باتجاه لبنان وتتوسع وتذهب إلى السعودية وتحاول أن توجد مخارج للضغط الذي تتعرض له بالعراق هذه ما فينا أنا تقريبا تصبح متخصص بهذا الموضوع ما فينا نحن نختصر داعش بما جرى في الموصل لكن دراسة هذه الدكتورة التي تتحدث عنها إلى أي حد هي مؤيدة في الولايات المتحدة لأنها هذه البروفيسورة الأمريكية قدمت بدراستها لديت دراسة قدمت بالفظائع التي مرت على مر التاريخ قدمت فظائع بالحرب الأمريكية قدمت بالثورة الفرنسية قدمت فظائع فظائع الدولة العثمانية تجاه الأرمن وغير الأرمن ومرت كذلك بالهولوكاس النازية وقالت مع الأسف الشديد أن كل هذه الأنظمة مرت من مئات السنين وجرى من يبيت صفحتها هناك من بيت صفحت يعني الإبادة الإبادة الهنود وغير الهنود بين الجنوب والشمال بأمريكا هناك من بيت صفحت يعني الذين يعني أعظموا وفزع بهم في فرنسا أيام السورة الفرنسية وحتى حتى اليوم في صراع وفي نقاش طويل العريض حول قصة مجزرة الأرمن هل تكرت تصفي وكذا اليوم العقل الأمريكي يختلف عن عقلنا العقل الأمريكي بيقول أنه لم يتعزموا لم يتعزموا موضوع داعش إذا كان داعش حقيقة عنده تاريوتري عنده مسافة قادر تحافظ عليها وعنده جيش مدرب وعنده كل الأسلحة ولديها الموارد النفطية وغير النفطية فلماذا لا يكون المشكلة الأساسية عند داعش هو أنه القتل والوحشية والدبح بتقول هي إذا داعش غدا قالت أنه ما عش بدي أنا ما عد بدي أنا أدبح ولا أسبي ولا 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 بيع بالنخاس للسبايا هي بتصير مرشحة نتقول نوم المتحدة نعم وصلت الفكرة لكن هذا الكلام خطير وغير مفائل حقيقة لا لا أنا عم بطرحه عم بطرحه نظرية موجودة فعلا صحيح كمجال للتفكير أنه العالم أنه العالم منه موجود قاعد بخدمتنا نحن العرب ولا بخدمة حتى السعودية ولا بخدمة الأردن ولا بخدمة الكويت العالم لديه نظرته وله مصالحه إذا غدا اليوم هلا اليوم نتساءل أنه إلى أين يذهب نفط داعش بالعراق بسوريا نكتشف على أنه إسرائيل تشتري جزءا منه وتركية تستفيد بزء آخر إذن هناك هناك من يسهل لهذا هذه الحركة أن تتمدد ربما لمصالح مختلفة مصالح إسرائيل مختلفة عن مصالح تركية نحن مضطلون الآن إلى الذهاب في هذا الفاصل من ثم نعود إلى هذا الحديث الشيق ابقوا معنا مشاهدين فاصل قصير ونعود لاستكمال القسم الثاني من آخر طبعة من جديد أهلا بكم مشاهدين في القسم الثاني من آخر طبعة قبل استكمال هذا الحوار نستمع إلى ما أوردناه اليوم في فقرة أقرأ الحدث ومن ثم نعود السفير الإيطاليون في دمشق بداية التطبيع الأوروبي الإيطاليون في دمشق زيارة أمنية إيطالية مقابل زيارة أمنية سورية لنقاش سياسي تمهيداً لعودة القنوات الدبلوماسية بعد زيارة رئيس جهاز المخابرات العامة محمد ديب زيتون إلى روما الأسبوع الماضي مرة جديدة زار مضيفه الإيطالي أحد كبار المسؤولين الأمنيين في إيطاليا العميد ألبرتو منيتي برفقة رئيس الاستخبارات الخارجية أيزي دمشق نهاية الأسبوع الماضي لاستكمال الملفات التي طرحت قبل أسبوع يوما اللواء محمد ديب زيتون ومساعده اللواء غسان خليل تحولا إلى جولة مفتوحة تتعدى العنوين الأمنية المفترضة للشخصيات التي شاركت فيها إلى عنوين سياسية تتطابق مع الشرط السوري باستباق أي مفاوضات أو أي تعاون أمني وبتطبيع جزئي أو كلي للعلاقات الدبلوماسية وخرق الحصار الدبلوماسي الأوروبي المفروض على سوريا وتعهدات إيطالية بمحاولة إحداث خرق يمهد لتطبيع أوروبي سوري وبحسب مصادر مطلعة فقد عرض الجنب الإيطالي المساعدة في عملية التسوية السياسية الجارية وانتزاع دور خلال الأشهر الستة القادمة ويعتقد الإيطاليون أنه ينبغي الاستفادة من دخول الإدارة الأمريكية والقطبين الأوروبيين الفرنسي والإلماني تدريجياً استحقاقات انتخابية معاطلة للمبادرات الدبلوماسية من أجل تحريك الملف السوري داخل الاتحاد الأوروبي الذي اعترضته فرنسا طويلاً بشكل خاص القبس الكويتية مصادر أمنية رصد عناصر مشبوهة وخلايا نائمة لداعش توصلت التحقيقات في الكويت مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي الذين ألقي القبض عليهم أخيراً وأدلوا باعترافات تفصيلية حول مخططاتهم الإرهابية بأنهم كانوا ينون تفجير منشآت حيوية وأمنية ودور عبادة كما عطرف المتهمون بأنهم تلقوا تعليمات من قيادي تنظيم داعش الإرهابي في الخارج بضرورة وضع خطة على المديين القريب والبعيد لزعزعة أمن البلاد وأبلغت مصادر الصحيفة أن المتهمين أرشدوا رجال الأمن على عناصر أخرى مشبوهة ضمن خلايا تنتمي إلى داعش في البلاد كما توصلت أجهزة أمن الدولة إلى قائمة سوداء تضم شباباً معظمهم كويتيون وبعضهم موافدون مغتنعون بتنظيم داعش ويروجون لفكره عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الديوانيات وغيرها وقد تم استدعاؤهم للتحقيق معهم ومعارفة دوافعهم على صعيد الاستعدادات الأمنية علمت الصحيفة أن وزارة الداخلية شكلت غرفة عمليات طارئة لرصد المستجدات الأمنية في الدول المجاورة والتنسيق مع جميع الدول العربية والخليجية لتبادل المعلومات حول التنظيمات الإرهابية التي يسعى أفرادها إلى الانتقال من دولة إلى أخرى كي ننهي هذه الجزئية أستاذ إدمون هل تعتقد بأنه هذا التنسيق الخليجي وخصوصا ما بين الكويت والمملكة فعلا يمكن أن يؤدي أو يصل إلى أهدافه؟ أعود إلى المبدأ الذي تحدثت عنه أنه لا يمكن مكافحة الإرهاب بالتقصيد ولا يمكن مكافحة الإرهاب على مستوى كل دولة بدولة ولا حتى على مستوى الدول المجاورة إذا نعود إلى المقدة التي تحدثت عنها أنت والدكتور أحمد مصلي بأننا نحتاج إلى تنسيق عالمي فعلي للهدف الأساسي من الداعشية التي هي تعبير عن المفهوم الوهابي هو نشر الفكر الوهابي بكل المنطقة وحتى بكل العالم لذلك اليوم السياسة السعودية كما السياسة الكويتية هو إبعاد كرة النار عن الداخل لكن الخارج خصوصا هذا مهم لكن الخارج بالنسبة للسعودية هو استمرار دعم كل الجماعات الإرهابية لتدمر سوريا ولا تعمل في العراق حتى سنبقى في المربع الأول في هذه الحالة طبيعي يعني لأنه مانا سهل العملية يعني واحد إجا جاب جاب يعني جاب سعلب سعلب صغير وحد يربي سعلب صغير لم يكبر الساعة سعلب يعني ما راح يأكل بجاجات الجيران بلش بجاجات الأهل الآن نرى توجه أوروبي نحو سوريا هي ليست الزيارة الأوروبية الأولى إلى سوريا لكن مختلفة عن سابقاتها زيارة إيطالية سبقتها زيارة سوريا أيضا إلى إيطاليا وجولة قبلها لدكتور فيصل المقداد هل نحن أمام مبادرة إيطالية فعلا ستنحو إلى الضغط على الاتحاد أو دول الاتحاد الأوروبي لتمرير هذه الصفقة أو المبادرة أو التسوية سميها كما شئت بشأن سوريا أم أنه نحن أمام دور أنيطة بالإيطاليين من قبل الاتحاد الأوروبي للسير بمثل هذه المبادرة أعتقد أن كل أوروبا اليوم مستنفرة وهي تنتظر الجواب السوري للإيطاليين لأن أوروبا غارقة بالنازحين واللاجئين وخصوصا بعد عملية باتاكلام 13 الشيء الثاني الماضي بفرنسا كل أوروبا مزعورة من هذا الأمر وتعتبر أن كل لاجئ كل لاجئ سوري حاليا في أراضيها هو مشروع إرهابي لذلك مطلوب تعاون على مش بس مستوى الأمن تعاون على مستوى الجمعيات والهيئات الإسلامية داخل هذه الدول لأن التعليم التعليم الذي يقدم للمسلمين بهذه الدول هو تعليم وهابي يهيئ لكن على صعيد على صعيد الوضع مع سوريا الآن الاتجاه الأوروبي نحو سوريا هل فعلا سيشهد تغييرا فعليا ترفع العقوبات الأوروبية عن السوريين نشهد تغيير في كل الملحة ضمن هذه الشروط التي أصلا وضعتها سوريا للتقارب أنا أنا أعتبر أن صمود سوريا مدة خمس سنوات كان كافي لإقناع العالم الخارجي بأنه كان مغشوشا بالذين أوهموه أن النظام السوري سيسقط قلال شهر أو شهرين أو ثلاثة شهر واليوم لا يمكن أن يكون هناك أي عملية أي عملية أو أي تجمع حصوصا بأوروبا لمكافحة الإرهاب بدون التعامل مع سوريا لأن الذي أتى بالإيطالي وسيأتي غدا بالفرنسي والألماني والهولندي هو الإيطاليون والفرنسيون والبريطانيون الذين يجاعدون بسوريا نذكر بما جاء في هذا المقال بأنه يعتقد الإيطاليون أنه ينبغي الاستفادة من دخول الإدارة الأمريكية والقطبين الأوروبيين الفرنسي والألماني تدريجيا استحقاقات انتخابية معطية للمبادرات الدبلوماسية من أجل تحريك الملف السوري داخل الاتحاد الذي طالما اعترضته فرنسا بشكل خاص هل يمكن أن يتغير أولا موقف فرنسا هذا في الشقة الأول من السؤال في الشقة الثانية في هذا السياق يحكى عن مباركة أمريكية الآن للتقارب الهادئ مع سوريا ورفع العقوبات ما هي الأسباب التي فعلا تجعل أمريكا تنحو بهذا الاتجاه لتبارك مثل هذه المبادرة بل ولتنسق أيضا مع الإطال حول هذه المبادرة اعتقد أن تفجيرات الأخيرة بأمريكا هي التي أيقظت الشعب الأمريكي على الأخطار التي بات المجتمع الأمريكي يعني يتعرض لها ولم يعد ولم يعد لم يعد المجتمع كل ما هو يعني بعيد عبر الأطلسي خارج خالف الأطلسي هو في أمان وبعدين عندما ينظر الأمريكيون إلى تدفق تدفق الهائل للاجئين على أوروبا وعدم قدرة أوروبا على استيعابهم وأنهم سيتوجهون إلى دول أخرى كل العالم سيصبح داعش وكل العالم سيصبح مهددا لسبب الأمن العالمي اليوم اليوم الأمن العالمي يعني الأهم المتحدة يجب أن تبدأ بهذا الموضوع مش بس الدول الأوروبية الأمن العالمي هو مهددا فرنسا برأيك ستغير موقفها بالنسبة لسوريا مضطرة أن تغير موقفها لأن النار وصلت إليها وإذا الفرنسيون يقرؤون جيدا أنا لدي كتاب يدعى الجهاديون الفرنسيون لصحافي مرموك بفرنسا يدعى ديبيت تومسون بيحكي بيحكي كيف تم تجنيد الشباب الفرنسي للقتال بسوريا وهذا الكتاب هو حصيلة لقاءات أجراها الصحافي مع الجهاديين الفرنسيين بحلب ومنطقة حمس كذا لذلك أدرك الفرنسيون الخطر الذي يتهدد المجتمع لكن نغم هذه المباركة الأمريكية هذا الملف لابد أن يرحل إلى الرئيس الأمريكي الجديد برأيك هو باختصار شديد لو سمحت الرئيس الجديد الأمريكي إن كان ترامب أو إن كانت كلينتون كيف سيتعامل مع هذا الملف هل سيكون أكثر براجماتية ترامب سيكون أكثر عدائية للإسلام ربما يكون يدخل في متاهات يدخل أمريكا في متاهات لمواجهة الحركات الإسلامية ربما يعيد الجيش الجيش الأمريكي إلى المنطقة وربما يعيد إحياء يعني إحياء يعني قواعد قواعد أمريكية تركها الأمريكيون لذلك نحن مقبلون على مرحلة كثير خطيرة أما إذا جاءت هيلاري كلينتون أعتقد أن السياسة الأمريكية الحالية ستستمر وربما مع بعض التعديلات لأنها هي أدركت وهي وهي عرفت أنا لدي لدي يعني لدي وسائق من كلينتون كلينتون أخر مرة كانت في الدوحة بظن 2013 وكان كان هناك مؤتمر حول المستقبل وبتقول كلينتون أنه أنا عندي ثلاثة ثلاثة من مساعدي بيكتبولي خطابات دائما استدعيتهم قلت له هالمرة بتكتبولي خطاب غير شكل ما قالوا عليه أبي الخطابات محتوى الخطاب قالت للعرب إن لم تتطوروا وتجروا إصلاحات ديمقراطية فستعودون إلى السحراء وتغرقون في الرمال نقطة هذا الكلام كيف نفهم وسنرحل هذا الموضوع لأنه منتج البرنامج يقول بأنه علينا أن نأخذ الآن فقرة اقرأ تركيا إلى اقرأ تركيا لنعود لهذه المناقشة مليات الأهداف الجديدة للسياسة الخارجية من التالي بعد إسرائيل وروسيا هناك اليوم بلدان يمر اسماهما على قائمة تطبيع العلاقات مع دول المنطقة التي تكتسب أولوية لدى أنقرة مصر وسوريا يظهر رئيس الحكومة بن علي الدريم هذين البلدين كأهداف في الحملة الدبلوماسية الجديدة لكن بعد ثلاث سنوات من انقلاب عبدالفتاح السيسي لم يعد هناك سوى تركيا التي تعترض على شرعيات السيسي وتدرك أن مواقفها لا تجلب سوى الضرر للمصالح التركية أما سوريا فأن التقارب التركية الروسية حمل على التوقع بأن يكون هناك تغيير في سياسة أنقرة السورية ولسيما أن حسابات تركيا الخاطئة فشلت تجاه دمشق فهل تشهد العلاقات التركية مع سوريا مرونة بعد التقارب التركي الروسي الجواب أن عامل الأسد لا يزال يقع في قلب الخلاف بين أنقرة وموسكو حول الأزمة السورية ومواقف أردغان الأخيرة لا تعكس تفاؤلا بهذا الشأن لكن من يعرف ربما يجد أردغان وبوتين صيغة يمكن من خلالها حل الأزمة السورية جمهوريات السياسة الخارجية ليست شأنا يوميا ابتعدت سياسة صفر مشكلات في السنوات الأخيرة كثيرا عن بلوغ هدفها والسبب الأهم كان بسبب سياسة تركيا تجاه سوريا وتحولت هذه السياسة من صفر مشكلات إلى صفر أصدقاء ولقد عملت سلطة حزب العدالة والتنمية على توظيف خلافاتها مع الخارج ومنها مع إسرائيل من أجل ترسيخ نفوذها في الداخل فالمحصلة تركيا أمام مشكلات كثيرة من اللاجئين إلى الإرهاب إلى مشكلات الاقتصاد ما حولها إلى بلد معزول عادت تركيا للتطبيع مع إسرائيل إذ حمل الاتفاق بين البلدين حيوية للتعاون في مجال الغاز الطبيعي وتصديره عبر تركيا إلى أوروبا وأسف أردغان لإسقاط الطائرة الروسية فتح الباب أمام التطبيع العلاقات مع روسيا الدافع الأساس هو الوضع الاقتصادي المتراجع والأمر نفسه ينسحب على الاتحاد الأوروبي حيث يهدد أردغان بالخروج من المفاوضات فيما لا يملك هو القدرة على ذلك لأن الاتحاد الأوروبي مشروع اقتصادي في أساسه وبالرغم من أن أردغان يحاول أن يظهر التراجعه عن سياسته السابقة بأنه امتصار هو في الحقيقة يمثل دليلا واضحا على فشله أستاذ إدمون قبل أن أطرح أسئلتي فيما يخص تركيا قلت بأنه هيلاري كلينتون قالت ستعودون إلى الصحراء إن لم تتطوروا كيف يمكن أن نفهم هذا الكلام في السياق الأحداث الجارية هذا تهديد تحذير هذا تحذير أريد أن أضف لك عليك تحذير آخر سنة 2011 أرسل الرئيس بأوباما وزير الدفاع روبرت جيتز لقاب الملك عبد الله ويبلغوا رسميا أن الأمريكان خارجين من المنطقة وأنه لازم تبلشوا تدبر أموركم بنفسكم وتوجدوا علاقات مع إيران أن يكون فيه هدوء بالمنطقة بيقول له بيزعجوا للملك عبد الله بيقول له نحن لم نعد مرتزقة عندكم نحن ما رحد عند العسكر الأمريكاني ولا الجندية الأمريكية مستعدين يموتوا من أجل وطن سعودي أو من أجل دولة سعودية لازم أنتوا من هلأ ورايع تعرفوا تعرفوا كيف تعتمدوا على نفسكم وتدافوا عن أنفسكم على القليل في الداخل حتى إذا تعرضتوا بالخضر خارجين إحنا من نشوفكم بيقول هو أنه بعد ثلاث سنين يقول هو أنه قلت له لكلام ملك عبد الله قلب الطاولة بوجه وزعل وغضب بيقول أنه شفته بعد ثلاث سنين بيتشرم الشيق مقتمر شرم الشيق بقربت منه وقلت له أنا أنه أنه بعدك غاضب علي أنه قلبت الطاولة بوجه قالوا لأ بالعكس أنا ماني غاضب عليك بس لأول مرة بيجي مسؤول أمريكاني بيحكيني الحقيقة لأنه كانوا كلهم كلهم عم بيكذبوا علينا كل مرة بنسألهم بقيين أو مش بقيين ما حدا بيعطين جواب بالعكس قالوا أنا شكرتك لأنك أنت عطيتني الجواب إذن أستنتج من كلامك بأنه هذا الكلام لكلينتون هو تحذير تحديدا لدول الخليج بدو شك ورح تكون حازمة فيما يخص الجزئية المتعلقة قبل قليل بموضوع المبادرة الإيطالية وموضوع التنسيق الأمريكي في هذه المبادرة هذا يذكر بكلام الرئيس السوري بشار الأسد للأس بي أس الأسترالية عندما قال نعم عندما قال لسنا ضد التعاون مع واشنطن على أساس المصالح المشتركة هل يمكن أن نشهد قريبا برأيك من خلال كل هذه التصريحات وكل ما يجري الآن من هذه الزيارة على ربما نوع من التعاون السوري الأمريكي بحكم الضرورة؟ أعتقد أنه بدأ هذا الأمر وأن هناك تعاون أمني ونشر بعض الإشارات إليه في الإعلام الأمريكي هناك تعاون أمني مع الدولة السورية بين الأجهزة الأمريكية والدولة السورية سوصا موضوع مكافحة الإرهاب والسبب لأنه عندما طرح هذا الموضوع في البيت الأبيض موضوع العلاقة مع سوريا قيل أنه إذا كان العلاقة السياسية مستبعدة فلماذا لا يكون هناك علاقة أمني بسؤال أخير كنت أتمنى أن يكون أكثر من سؤال لكن تدركنا الوقت لابد بأن المصالحة الروسية التركية ستنعكس على الملف السوري لكن برأيك كيف سيكون شكل هذا الانعكاس ما هي السيناريوهات هل يمكن فعلا أن نشهد نوع من تغيير أنقرة لسياساتها اتجاه سوريا مصالحة كما تقول الصحيفة التركية باتجاه سوريا أو دمشق أعتقد أن هناك خطوات خطوات جديدة باتجاه تفاهم تدريجي مع الدولة السورية لكن الذي أخافني بهذا الموضوع هو عرض أردوغان تجنيس تجنيس عدد السوريين كيف تقرأ هذا العرض؟ وهذا هذا يعني يذكر يذكرني بأن أردوغان على طول كان بده يجنس الشركة ومجموعات يعني تلوز مجموعات غير سورية وغير عربية تلوز بتركيا حتى يصبح له يعني مثل موطئ قدم أو يصبح له دور بالحل السوري أو دور يعني بالمنظومة التي يعمل عليها بالإجار حد في سوريا أعتقد أن اليوم بمجرد أن يكون يحصل تقارب تركي روسي هذا يعني أن أمريكا لم تمانع وأن حلف شبال الأطلسي لم يمانع هذا الأمر لكن حتى هذه الساعة يبقى هناك الحديث عن زلة إنجروليك كما تسمى والتلاعب التركي بين السياسي والعسكري والاقتصادي أيضا لا مجال لمناقشة هذا الموضوع للأسف انتهى وقت الحلقة حبتنا حلقة ثانية إلى حلقة ثانية إن شاء الله بإذن الله الأستاذ إدمون صعب الباحث والكاتب السياسي شكرا جزيلا لحضرت معنا في هذه الحلقة شكرا جزيلا أهلا بك شكرا مشاهديا لمتابعتكم لهذه الحلقة من آخر طبعة ورغم الألم يبقى الأمل دائما كل عام وأنتم بخير مرة أخرى والسلام عليكم اشتركوا في القناة